أولاً إحنا ما نسحبناش من الفيدرالية الفيدرالية اللي هي يعني انطلقت لي وحدها لبعض منهم قام بشي إخلالات أنا نخجل نعود نحكيها هنا زورات حتى بعض الصنادق باش يطلعوا دياله أنا غادي نخرج بهذه الحزب غادي نعاونه بكل ما قدرش دابيه في مكسب سياسي فيه القبيلات والجميعات أنا كأمينة عامة يعني كل حاجة كمغي نعملها كيعرقلوها ليا هاتشيني دالوا فيها رفاق من دخل حزب ما دالوا شفية حتى النظام لأنها يعني ربما نعتبر رأسي أشرص معارضة لهذا النظام ربعين ولقاء ديال السبان في الشخص ديالي المتواضع ولقوا فيها شي عطب كبير هدا ربما عمل الله دي رميونينا للوحوش باش تاكل كل اللي كي يشوف الوزير كيتخلع من الوزير يصار هذا هو المشروع اللي خاصة البلاد بحال مغريب لأنه خاصنا توزيع العادي لترواء خاصنا تحرر الإنسان خاصنا ندرسها بالمجان وجيدة كتحقق تكافؤ الفرص خاصنا حماية اجتماعية للجميع خاصنا الصحة للجميع هاتش لكلو اليسار هو اللي تيدافع على عدلة اجتماعية خاصك يكون عندك قضاء مستقل ونزيح باش نوصلوا لمحاكمة العديلة باش اللي فرطي كرت الدولة ديالنا منفتحة ومشات بعيد فالخوصصة ديالي المجال ديال الصحة وخايا كتقول درت منظومة صحية لكي يستفيد الجميع بالعكس كنشوفو بأنه اليوم تلي ما كانش كي يخلص في الرميد غاي بدي يخلص في هاتش ديال لامو باش تفتح مصحاب حلغة تحل سيبر مارشي باش يبدو دروري تكون طبيب تكون تغيب وشكارة وتجيب الأطيباء والفرملية وتشبادو يخدمو عندك كازر زايا قالوا لنا في البرنامي الغيل عملي فات رحنا غان نبنيو مركز تشباقي جامعي في بني باللال وغان نبنيو في هنا وفي الراشدية فإذا به نتفاجأ يجيبوا لنا أنه مبقاش بالعكس غادي يحلوا هذو المراكز الاستشفائية الجامعية وغادي يفتحوا للخواص في المغرب كله لأن هذا مجال في فلسات صحيحة كانت سأل هذا الدكتور تازي وش هذا شفار هذا طبيب مختص وكان تلقى هذيك العمليات ديال أنه كيعمل عمليات بالمجان الناس اللي مشوهين خلقيان ولا بعد شي 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 عراك ولا هذا تصابوا فوجههم ولا في أعضاء ديالهم ولا في هذا وقام بواحد عدد العمليات هنا كنا نشوفوه منقالات كتكتب دكتور تازي دار ودوا 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 هذا باقي يقول لك راهو كان كيتلقى أموال وحقى هذيك الأموال كلها ما مشات في ذلك الاتجاه نحن يريد كو كان هذي شي بالصح وعلى أساسو دخلوه للحبس لأنه كعين الناس كيف قلكم اختل ست ملايير ملايير وعاتت في البلاد فساداً وأخرت المسروع التنموي ودي البناء الديمقراطي في البلاد تواحد ما حاسبها أولاً وفي الحقيقة ونحن على مشارف عقد المؤتمر ديالنا هذا شي طرحوه بعد الرفاق إلا أنه بغا ديش يكون علاش لأنه كان رأي ذا الرفاق وكان رأي ديالي كذلك أنا متشبتة بأنه لا يجب تغيير القن لن يفيدنا في شي لأنه يعني كاينة إمكانيات باش يطلع باحد المكتب السياسي فيها نسبة كبيرة ديال ديال الجديد باش عداء آخرون وعضوات أخريات يخدوا هذه التجربة وتكون الأمن العامة مختلفة لأنه إحنا كنعتبروا إحنا في مرحلة ديال إعادة البناء ديال الحزب ديالنا وتنظل العمل اللي قمت به فهذا صير ورانيت ويمكنه أن يستمر مع مجموعات أخرى وأنا يمكن لي لعب شي دور أخر لي غدا يمكن نحددوه مع الرفاق ديالنا أما باش تبقى متشبت بال يعني ما من رسالة غادي تصفت رسالة سلبية جدا إحنا ما كنش حاجة مثل كراسي أو المناصي بحنا كنشتغل وحنا مناظرين قبل كل شيء الفعل عندنا تراتبية في الهيكلة ولكن يعني غادي بقى بدون معنا إذا خرقنا القانون إحنا غادي نولي وفحل نفحل هذين كي ينتقدهم الجميع وحنا معنا الترغبة باش نخرق القانون وكان اعتبروا بأنه وأنا الأول من أجلي تجديد شوية دماء ونشوفوا وجهه أخرى تاهية غادي تشتهد باش تعطيه أنا كان شو مثلا ترأس ربما المثال ما شي هو الأحسن الاتحاد الأوروبي كيترأس رئيس ستة أشهر وخصو بديك ست شهور يعطي واحد الحصيلة ويدير إنجازات وكيدوز لحد آخر نحن بوحدنا في هذا العرب كنخلده في الكراسة ونخلده في هذا الشي وشي طايلة ما 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 كي قدوا هذين كي يخلدوا ما عرفتش غادي يقترحوا أعليا متسمية أنا كيف ما كان الحال أنا برلمانية دي الحزب لأنه عنا برلماني واحد هو أنا غادي نستمر أنا كان أمل بأنه العمل ديال داخل البرلمان يقتضي أننا نديروا واحد واحد بحل حكومة الضل لي كتبع واحد عداد ديال الرفاق ورفيقات أستيدا جميعين وغيرهم كيتبعوا معي هذا العمل هذا هذا بوحده عمل تنظن غادي يفيد بزاف المكتب السياسي إلى استمر بوحد الطريقة لأن عندي لها واحد تصور يمكن يكون باش نتعاون الجميع يرى المكتب السياسي كتكون عنده مهام كثيرة ولكن كذلك كل الرفاق نحن راح ندرنا واحد تصور حتى النهضات النظيمية الفرق ستخدم الفرق الجهوية ستشتغل وتعطي أولوي القضايا المحلية والجهوية باش يكون هذا يعني الحاصلة كتكون حاصلة ديالنا جميعا رمشي داك الحزب الذي مركزه كل شيء عند المكتب السياسي ومبعد كانت سنة يقول نشنوع بالله اليوم كينا عنا إمكانية نخطو خطوة أخرى إلى الأمان خصوصا أنه نبغي نعملو الأكاديمية الحزبية أرها موجودة وغادي نديرو على الأقل واحد جوج ديال مراكز ديال البحث الجيو استراتيجي ومراكز ديال البحث العلمي في كل القضايا التي تهم الوطن وكتهم نحنا كحزب باش ننكلنا الأساتي دا الجميعين اللي هما منضمين أنه في قطاع يلقوا في أن يخدموا واجي كله غادي يعطينا واحد يعني دينامية جديدة واللي غادي نلقى أنا راسي فيها بزاف واللي غادي تمتمنى أنني نبغاك نفيد نفيد الحزب ديالي والخطر ديالو ومقاوا مستمرين جميعاً هو لن خص نعرفه بأنه البرلمان كبرلمان لا يقوم بدوره كما يلزم لأن البرلمان هذه مؤسسة ستكون مستقلة مستقلة كتقوم بتشريع باستقلالية تم وكتقوم بالمراقبة ديال عمد الحكومة وكتقوم بمراقبة سياسات العمومية داخل البرلمان واحد العدد البرلمانيين ما عرفيش القيمة البرلمانية ما هي ولا حتى المهم ديالبرلماني ما هو كاللي كيشوف الوزير كيتخلع من الوزير الوزير كيبقى موظف سامي معين أما البرلمانيين فرض فيه يكون منتخاب من قبل الشعب ويمثل الشعب القيمة ديالو تكون فوق كل واحد فاحنا بالعكس كينا يجي الوزير كي يطرح الاسئلة ديالو كي يطرح عليها اسئلة وهذه الاسئلة تختار كي يقول لك اللي الوزير غادي يجي طرح عليه الاسئلة غير على كدو يعني هذا الشي ما كيش الحرية ديالختير حتى الاسئلة التي تطرح على الوزير لأنه كنت يطرح الوزير الأغلبية التي منها الوزير لذلك تأخذ الوقت كثير نحن نرى هذه المؤسسة في الحقيقة في العابة ترى المال العمومي تبدد وما تقوم بالدور لها أنا لا نقول بوحدي أنا بوحدي لكي جنيدك الدقيقة في 6 شهور نحاول نركز ونطرح سؤال الذي هو وجهه وفي الأوقات الخرى نطرح أسئلة كتابية ونعمل بودكاست باش نقول ما يجرى داخل هذه المؤسسة مساهمة مني في تنوير رأيي العام الحزبي والوطني وأيضا باش نوقف هذا البرلمان أمام ضمير ديالو باش يولي حسن يولي حسن لأنه ما يمكنش البرلمان يبقى بهذا الصيغة اللي هو عليها أرى المشكلة ما يرى دقيقة أرى دقيقة يمكن لك تقول فيها مزيان خاص الوذنين اللي غادي يسمعوا هذيك الدقيقة شنو كنتي فيها وخاصة كنت مستقل ويكونوا هذيك الناس اللي كيسمعوك مستقلين وكيف يفهموا أن هذه مؤسسة سنسمعو لها مش يتيجبوا لنا مشاريع قوانين موجدة وكيقولوا البرلمان ترحها أش كيديرو أرى هنا تلاقيت برلمانين كيقول إحنا يا منضبطين بالفرنسية كتبان حسن بتديسيبليني اللي قال هلين الحزب كان ديروها قلنا أزو يديكم كان أزوها صوتوا على هذا الخينا اللي سرق حتى ما مقدو باش يكون رئيس دياللجنة ديالتشريع صوتوا عليه وخمام قسان عيش لبعض منهم مثلا إذن هذا لعبت ثم أنه من كانت تكلموا على يعني دخول سياسي من المفروض هذا برلمان عندهم الكتب ديالو عندهم اللي جان ديالو عندهم كذا كيوجد شنهما القوانين المقترحة الفروق شنو عاطية للجموعات شنو كتقترح وكنديرو مخطط ديالتشريع للسنة لأن عندنا هذا القضية وعندنا هادي وعندنا نقص التشريع في هادي وخصن ديالو ما شي شي مشاريع نحن نصوت السلام نس كتصوت كتصوت اتفاقيات ما شيف مصلحة المغرب كيصوتوا عليها قوانين ما شيف مصلحتنا كيصوتوا عليها بحل قانون ديالالاحزاب يعني فاشقلوا بأنه ربط تمويل للأحزاب بترشيح مرأة من الخارج صوتوا عليه اليوم احنا كان عانيوا منه كذلك الأحزاب لصوتها نحن ما صوتناش ولكن يعني لعابات المبين لكين ولهذا البرلمان مش ديالك المؤسسة احنا محتاجين إلى إصلاحات سياسية ودستورية مش في كل فصل ديالصورات احنا محتاجين لإصلاح مدونة الانتخابات ما يترشح الانتخابات إلى النسل قرين نزهق ما عندهم لملفات لولو إلا بغنى أغداء هذه المؤسسات وخصنا إصلاح للدستور باش يكون الفصل الحقيقي ديالصورة ترى ما ممكنش تخيلوا معي هذا الدورة الأخيرة خرجت لائحة عن المكتب ديالبرلمان في 21 ديالإسماء كيقول كهدو عندهم ملفات متابعين يا إما كتلقاه رئيس جماعة وكين هناك اختلاسات وكين متابعة أمام المحكمة ما غيحضروش للجلسة اللي غيحضر فيها المالك فإذا بهم حضروا كلهم أنا رقيتهم قالسين قبل من نحناية قالسين قلسين 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 قلق جينا ما كين بس يعني هذا السهتر حتى المالك سمعهم قالوا ربما بغوا يرعي ما كيش مراعا تمو كي يرعي وكتا واحد لأننا عنا منظومة الفساد اللي هي مغلغلة في البلاد واللي هي كالضعف الدولة المغربية وربما جعلتنا في أحد الوضع اللي حتى أجبرنا على تطبيع نحنا ضده كمغربة ولهذا هذه مؤسسة منشي ما كتلعبش دور ديالها كتلعب دور سلبي في إضعاف الدولة ولا تمثلوا الأمة هذا ممثل الأمة لا يمثلون إلا أنفسهم إلا قليلا أولا نحنا منسح بناش من الفيدرالية الفيدرالية اللي هي يعني انطلقت لوحدها وغادي نفسر لكم ماذا نحنا باش نفهموه مزيان هاتشي اللي وقع هاديرا عشرين سنة عشرين سنة ديال المسيرة الوحدوية اللي خضناها من ألفين ألفين توحدنا في ألفين وجوج مع ثلاثة ديال بتيارات ولنا أربعة ديال بتيارات في واحد هذا يقع لنا أول اختلال لأن الوحدة مزيان تكلموا لها وهي حلم ديال كل يساريين ولكن ممكن شوفوا الحقيقة ديال الأمر يعني هناك يعني فواجه مثلا نحنا عملنا وحدة ديال ربعة ديال ديال الفصائل اليسارية في ألفين وربعة ما تفقش على أمين عام واحد كان ذاك الساعة رفق بن سعيد أي تدر لأنه كان هو يعني أمين عام ديال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي عند جريتها عند أسيت ديال الجامعيين عند طلبتها عند قطاعتها قدة هاد الفصائل اللي اللي جات عندنا ما عندها شد شي عندها تقاف أخرى تقاف أخرى مني جاو أول ما بغوا يدير ويحيدون ثانيا لبعض منهم قام بشي إخلالات نخجل نعود نحكيها هنا كين منهم اللي جاو بغا يتسلط على شبيبة ديالحزب كيقول شبيبة هي مستقبل لناخدهم حنا دخلوا لنا تقاف الشيخ والمريد رفق بن سعيد معمره ما دار على راسه شي قدسية كنا نتكلم معها كنا شاباب ويعتف لنا ويورينا وهذا ونحن نحسو برسنا في عائلة ما كان لا تحرش عندنا في الحزب ولا بسالات ولا كدوب ولا قبيلة ولا شيخ كنا نيجينا توحدنا ولا تلقبائل وغادي تستفحل القضية من الليدرنا الوحدة مع الوفاء الديمقراطية يعني باش نتقلنا من اليسار حزب اليسار الديمقراطي إلى حزب الاشتراكي الموحد هذي الناس بعدها كلمة اليسار حيدوها لنا قدمنا سبعات الأرضيات في المؤتمر وجاء المجتمع المدني سهر وشاف الانتخاب حر ونازيه ومن الي بقى تغير أرضية وحدة اللي احنا كنا مجموعين فيها ديال الأغلبية مع الرفاق كلهم هذا خمسة ديال الفورق كلهم الوحيد ديالهم هو نقسم الكراسة على خمسة في المكتب السياسي في المجلس الوطني فكاللي ما كانش عنده كفاءات كثيرة وعمر لنا غير من اللي كان هبطت الكفاءة كان هناك حتى بعد بعد هذه المجموعة اللي جات يعني حتى زورات حتى بعض الصنادق باش يطلعوا ديالهم مثلا احنا هدي كانت انتكاسة كنتمشيت عن سيبين سعيد قلت له رفيقي أنا ما غنيعمل والو حتى تقول لي انتا شنو خسنين ديال ولكن أنا غني نخرج من هذه الحزب غني نعاونه بكل ما قدرت ولكن باش نبقنا في حزب اللي كيتم تزوير المحاضر اللي غنيتخرج باش نخرجه للمجلس الوطني باش واحد المجموعة اللي عاد التحقت بنا باش تخشير رأسها في المجلس الوطني علما بأننا نحنا كنا أصلا مصوتين عليهم لأننا نحنا فرحانين وكنستقبلوا يعني واحد الفاصيل جاء بكل فرح فإذا بنا لقنا رأسنا عتقافة مغايرة لتقفتنا اللي هي ديال نزهة وديالاستقامة وديال ممنوع الغش من غشنا فهو ليس منا وخاك بقينا غادين قال لك الله هذا ما نسكتو أراد أن نعالجو هذا الشي في 2007 درنا تحالف اليسار الديمقراطي مع الإخوان في المؤتمر وفي الطليعة ودينا كنشتغلو وقبل منها كنا نمع الإخوان في النهج بدك تجموع اليسار ما تمششت هو الأسباب يمكننا نهضرع لها غير حول المواضيع وحول الأمور درنا تحالف هذا تحالف ضعيف ما كي إلا جهد فكري لو ونحن مثلا ندرنا نلائحة النساء دروا نتغجوا الصغر ليلة ديالانتخابات ما قدرنا تهى باش نصوبوا اللوائع ونقدوا يعني هذا اليسار الذي يأمن بالمرأة وضرورة وكذا ولا ما يعيش غير ما سنجعل صحابي صحاباتي ما سنبقوا الضريب على الكرسة ومشروع أو لا سوف يتراجع وصلنا لمحطة 20 فبراير التي كانت منسبة لنا واحد الهبة شبابية بي نتبع أن شبابنا متصالح مع السياسة وبغينا نتصالح وتحنا مع عرصنا ولتفينا حول شباب 20 فبراير ودرنا المؤتمر ديالنا في 2011 وقاطعنا انتخابات وقاطعنا لجنات المانوني ديال 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 الدستور لأننا بغينا دستور ديمقراطي وجدنا وثقة بحال شي نهضاش جيدة ولات في الحزب كنا الحمد لله نحن نسوي الجروح ونسوي كل شيء ونهبو مع هذا الشباب ديالنا مؤتمرنا في نهاية 2011 وفي 2012 انتخبوني على رأس هذا الحزب العتيد وأنا كنت أول المفاجأين أنا ما كان عندي لا رغبة نكون أمين عما ولا ولو نحن بغينا نخدمه للمصلحة العما والسلام كيفما كان الحال كان مرشح رفيق أخر باش يكون أمين عما بغاش لأسباب يعلموها هو صوت عليا رفاقي باش غنكون يعني دووزنا مرحلة أولى أنا عانيت الأمرين لأنني كنت في مكتب سياسي كان فيه بن سعيد وكان فيه بعزيز وكان فيه إبراهيم ياسين وكانوا فيه مصطفى مفتاح وكانوا فيه رفاق قداش كنا نحن كشباب في المكتب السياسي كانستفدوا وكانتكونوا فإذا بيه في مكتب سياسي فيه القبيلات والجميعات أنا كأمينة عامة يعني كل حاجة كمغين عملها كيعرقلوها لي ورغم ذلك صمت والصمت كان أني فهمت أنا مكتب سياسي يخصو يبشي عند الناس ما يبقى مجتمع في المكتب ومشيت المغرب كل زلت المغرب كله وعملت عمال وحتى يعني قمت باجتهاد وحاولت نتجاوز المعيقات جاء المؤتمة جاءت انتخابات 2015 2016 حملة انتخابية ممتازة في المغرب كله كان كل يعني محطة كانت اللي هي سلبية نحن ندبت جاوزناها بمحطات إيجابية وربما هذه اللحمة التي لم تلتحم وبقات القبائل هيا جاية في الطريق كنا نحلموا بأنها هيا جاية في الطريق وغادي نتعاون باش نبني وحزبنا دلنا انتخابات في 2015 2016 في نفس الوقت قبل منهم في 2014 أسسنا في دريق اليسار الديمقراطي كحلم لكل اليساريين ودرنا المهراجان وفرحنا جميعا ولكن أنا من ضمن المعيقات اللي لقيتها ليش عند الكل ولكن عند البعض هي الفكر الابي سي يعني كينسيد كيتكلم مالك يقول انت وانا امين جوج الامان اعمون وانا معاو يعني مكين بس وفي الخام نقول لهم الإخوان ما شك نذكرهم بهذه هاش نغسطا عمله وقال ليش فلا يخليك الوجه المشروك ما كيتتغسلش هذي قال هالي آمين عام قال هالي آمين عام فلوقت للآمين العام اللي خرج عندي قال يا أستاذا بلا بيك وبلا هذا العمل الجبار اللي كتقومي به ما يمكن نحلمه شي وحدة يصار هذي فرصتنا معك انتي قلت له أنا لا يهمني أن أكون على رأس هذه الوحدة إلا ما كانت وحدة مبنية على مشروع مبنية على أخوة وعلى رفاقية حقيقية مباركة من هذا شي أنا مني مشيت للسويد راح حمسنا الفيدرالية عام حمسوها هذيك الناس تنعتذر لهم علش مشيت للسويد وأنا كنت كنت نطلب أن الوزير الداخلي يحصد باش يمشوا معي الأمينين العام من الخرين قضية صحراء ومشي هما الدولة ما بغتش يمشي وما عفتنا علاش ولكن أنا كنت دائما كندفع باش يمشي ومشي نعمل عمل جبار ناجح عوضة أنه نحسبوه لنا جميعا هذي الناس لم يجبون الحال كذلك مني مشيت العيون وجمعت الانفصاليين مع الانفصاليين وقلت هذي بلادنا وهضرنا الفصاليين أننا حزب درنا مؤسمر عنا مؤسسات الفيدرالية كتبقى الهيئات لدرنا تنفيذية وتقريرية ديالها معينة مشي منتخبة وتيبغي الفيدرالية تتجاوز الحزب أنا كيقولوا لي غادي تعملي الحاجة الفلانية معنا وستدك أقولهم لا لأن المجلس الوطني ما قبلهاش أنا أكثر ديمقراطية من هذي ما كانش وهذه الناس يعني مع كل أسف ضيعوا علينا الفرصة ربما ديالشي وحدة في المستوى هما ثم باش ما نطورش عليكم كتير نحن من داخل الحزب يعني يعني غادي خلق لنا واحد تيار قبل من المؤتمر نحن كنا جاي الانتخابات جاي المؤتمر تيار دار ورقة فيها شي ستين صفحة أربعين ورقة ديال سبان في الشخص ديالي المتواضع بعد ما كتبوا في الصحوف صفراء وسبوني بمشتل نعوتي ورقا ما كوا فيها شي عطب كبير هذا ربما عمالله رميونينا للوحوش باشتكل هذا الشي باش يقع في داخل الحزب قطلوا ما نادش لداروا فيها رفاق من داخل الحزب ما داروا شفية نظام لأن يعني ربما نعتبر رأسي أشرص معارضة لهذا النظام لأن نقول الحق في أي موقف كان يعني من اللي جاو آخر مسألة القوها يعملوها هي خرقوا القانون للحزب ممكن شخراق لي القانون للحزب ونبغي نبني دولة الحق والقانون أنا مثلا جاو يعني دفعوا الرفاق في المكاتب الجهوية أنها هي تدير لوائح في الانتخابات وهي اللي تعين واحد المجموعة لتكلم على الفيدرارية في حين هذا كان نحن خاصنا نديره على مستوى على مستوى نتنقش على مستوى الحزب ديالنا مش أمر هم واحد سيد لي هو ما أمين عام ما كيف في المكتب السياسي هي أمر واحد ثلاثة ديال ديال معنا ما قادرين شتي دير فرع في الجهة اللي هما فيها وإحنا عطفنا عليهم وكوناهم 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 وليداتنا ومناظرين ديالنا ومناظرات ديالنا عملا شخص يديروا عندكم مهمة واحدة هي أنه الأستداموني لا ترشح في مدينة الدار لبيضان سيروا قلصوا مع المؤتمر ومع الطالعة وقلوا لهم رشحوا انتم فهذا الرفاق لصفتهم وهما تحدى الجهة الدار كلها لم يشركوها ومع المؤتمر قالوا لهم نحن لم نرشح البرلمان في هنية قالوا لهم نحن لنرشح 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 هذا المؤتمر والطالعة وصفتوا هذو الدار الذين يؤتمرون بالشيخ يخف في حنين نفس شي داروه لنا في الرباط الرباط جروا على المناظرين رأمكم ما عرفتو ولده الوثيقة والتيار الرباط نفس الشيء مكناس عندنا تقريبا ثلثميات المناظرين تماما محركين خدامين تلغوهم كلهم ومشووا تفقوا مع واحد المجموعة المنشقين هذا يعني يدربوا لنا القانون الحزب وكيف الأمور ستتصير من بعد من نتبعنا لأتي أنا عايت الكتاب الجهة كلهم ثلاثة في الرباط وفي فاسم كناس وفي الدار البداء قلت لهم يجب العذول على هذه الخطوة اللي درتورها ما تحترش من القانون ونطوص ونزيد ما بغاوش ما بغاوش مشيت عند الأمناء العام من ديال الفيدرانية قلت لهم هرها لكم شفتو وشنوجر وما متبعين كيف يكتبوا هذوك الناس وكل شيء رسالة صفتالية الأستاذ بوطولا اللي كان حييه من هنا يعني فيها واحد العمق وفيها واحد تحية اللي أنا قدمتها لمكتب السياسي قرأها وطلعوا عليها جراء ما ما يجري وما جراء قلنا لهم ثم كأمنا أعمون ونا أمنا عمنا نحن بغينا نحافظوا على الفيدرالية شوفوا هذوك المشتقين ديالنا يرجعوا على ضرب القانون ونحيو صفورة ونزيدوا أعطيناهم مهلة قال لك ما قد ديناش عليهم وقلت لهم والله يعونكم معهم ولهذا معرفقنا احنا اتفقنا في المكتب السياسي مشينا قلنا لهم حلية ومشكية قال لك قال لهم قلت لهم ونعطوا غرصنا مهلة ديال شهر ديال سندخلوا الانتخابات مهنية كل واحد بوحده ونطلقوا من بعد لكي نشوفوا انتخابات شريعية وذلك ندخلوهم جمعين نقولوا ان شاء الله لقينا الحل ما لقوا الحل الاخرين فرحوا لان ما كيش لكي يقتل المناضل قد الكبرياء والتكبر ولا فانيتي هذو كل الناس كانوا كيس حبلهم عندهم واحد القوة وبأننا نحن غادي نخضعو بأننا غادي نخضعو ما يمكن نحن نخضعو ومن اللي مشاو بقى الحزب وقف على رجله بفروعه بقطاعاته بمكتبه السياسي مقاوفه تسعتاش مشاو وربعة ما كي انتا مشكل بقينا وبقى الحزب وبقى الحزب صامير هادشي كان قلو وبحسرة لأنه شفت رسينا بعدها حتى الناس القراب لي يقولوا لي هاد الصبر أيوب اللي عندك انت يا ما عمنا مش منها ولكن أنا كنت كان سد الدرع ديالي وما كان القراش سبان باش كيبق ليا نشوف المناضل يحت دابا كانت لقاهم وكانت حق في وجههم من قلبي لأنه ما بغيتش نشوف ذاك الشي واللي بغي بلغ لي ذاك الأمور كلها رانداب الفيدري اللي عملوا المؤتمر ديالهم كانت منولهم نجح ولكن احنا انقدنا اليسار انقدنا اليسار والتوجه اليساري في المغرب وما زال يستمر لواحد خمسين عام إن شاء الله القدم وليوم كان واحد للعدد ديال الرافقات وليفاق مشتغلين وانتم تتعرفوا أن الحرية هي قمة القيم وأن اليوم رأي العالم بغيت تحرر من الغطرسة الإمبريالية رأي إفريقيا بغيت تحرر من الغطرسة ديال للمافيات وإحنا كذلك كمغرباء خاصة الأحزاب ديالنا تكون مستقلة ومتحررة نحن نأتي الحزب ونأتي فرحانين ماشي نأتي أمراد أنا كنت نأتي مريضة ونخرج مريضة من التجمعات ومن اللقاءات اللي هي فيها النفاق وفيها الضرب وفيها شي حويج ما فهمتها جنا ما فهمتها للناس ما الذي كان يحركهم أكيد نعم معلوم رأي الفئة الصغيرة هي لك تتنتصر رأيها جولة أنبياء بالوحي وكذبوهم الناس وتكرفتوا عليهم ولكن انتصرت انتصر الحق نحن بحال هذه الفلسفة هي التي تحكبونا نحن لا نحتاج لنحلف للناس على مصحف الله الكريم يشوفونا ويسمعونا ويعرفونا مناظرين شرفاء مزهاء وحملين الهم من الوطن والهم من هذا الشعب ونمشي لكل القضايا العادلة ولهذا بالعكس نحن نقول نقطة النظام التي عملناها وهذا الوقفة من أجل انتلاقة أحسن لليسار لأن اليسار هذا هو المشروع الذي يخص البلاد بحال مغريب لأنه يجبونا العادل لتروى يجبونا تحرر الإنسان يجبونا ندرسة بالمجان وجيدة كتحقق تكافؤ الفرص يجبونا حماية الاجتماعية للجميع يجبونا الصحة للجميع هذا كله اليسار هو الذي يدافع على العدلة الاجتماعية والمناطقية والجهوية اليسار هو الذي يريد أن يكرم الإنسان اليسار هو الذي يكون لديه لأنه كان لديه تأثير شعبي في الوقت اليسار لم يكن يدق في كل البيبان والناس كانت كتبعو من يكن اليسار مستقيم ونزيه ويدافع عن الشعب وعن الوطن الشعب كله كان معه وهذا ما نريد أن نستعيده لأن الشعب اليوم لا يريد أن يقف السياسة ويعرف أنها لعبة مخشوشة وأنه يدخل لها الأغلبية الصحيقة لكي يسخرون المؤسسات الدولة من أجل مراكمة التراوات والنهب نحن لا تريد نفعله نحن منهم وإليهم نحن بغي نخدمه الشعب بغي نخدمه الوطن ومستعدين بأننا حياتنا كلها ندوز وفادش لأن هذا انخيرات واعي وانخيرات اللي يعطينا نحن قيمة وبغينا باش نعطيه قيمة للشعب دينا بعيدا عن شي شي أهداف لي صغيرة داتية أو ديال شي مجموعة بالعكس راه اليسار قادم والعالم كل اليوم يأمل في أن القيم اليسار يطنهد ويقرأوا الشباب الكتاب ديال طوما بيكتي اللي هو الليبرالي وكتاب الكتاب دياله الكابيتال في 21 والكابيتال الإيديولوجيا واليوم كتاب دياله سريعا طبقوا سياسة الاشتراكيين من أجل توزيع العادي للتروى من أجل الإصلاح ضريبي من أجل الإصلاح المالي باش الناس كلها تعيش في كرامة وهذا هو باش نصالح الإنسان مع إنسانيته ويتصلح مع الطبيعة هذا هو اليسار واليسار هو مشروع المقهورين المظلمين مشروع المقاولين النزهاء مشروع العلماء مشروع الشباب مشروع النساء هذا هو المشروع هذا هو المشروع الذي يجب أن بلاد بحال المغرب يجب أن يكون اليسار الذي ينقذها من الأزمة المركبة التي تعيش فيها نحن أننا دولة بحال المغرب ما زالنا غرقين في الجهلي المؤسس لأن درستنا ضربناها والجامعة ضربناها والبحث العلم يضربناها والجهلي المقدس في نوم العلماء الذين قرأوا الكتب والتفسير والطلعوا على الديانات الأخرى وعرفوا عن حق وده بأن الدين دينا رهو دين قيم ويدعو إلى الحق وذلك الناس رقبت غير القشر والناس تقلب غير على الصداع والناس رها من أمريكا استخدمات وخدمات على المشاعر الدينية التي هي عميقة عند الشعب المغربي والشعوب العربية والإسلامية خدمت عليها لتجند الجيش لضرب الاتحاد السوفيتي الناس لم يكن أعرف الناس يقول لأولاده إيوان نوض الجهاد سيرو لا أعرف صفت أولاده يقتلو من قبل الإمبريالية والصهيونية ره كسينجا يقول لي ما رح نليصفتناهم ره لم يجاهدو بك لا نهضا أساسها الدراسات هذا ما يجب أن يكون عندنا ولهذا بالعكس إذا كان كيتقال بأنه الماركس يقول الدين أفيون الشعوب بالفعل يتم تخدير الشعب بالدين عندما عنده علاقة بالممارسة الدينية إنسان يطلع السمو الروحي اليوم راه أكبر فيلسوف فرنسي اللي هو إيمانويل تود يقول بأنه اليوم إلى نهار الإنسانية بسبب الانهيار المعلومة التربوية وبانهيار كل ما هو سمو روحي الناس ولا تعيش بحال الحيوانات قتل فيه والغطرسة والنهب وقانون الغاب ولهذا بالعكس ليصار يعتقد في حرية المعتقد لا يمكن أن تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين بالعكس إذا أريد أن يكونوا تفسر ثم لا يكراها في الدين هذا هو الدين وأن الله يهدي من يشاء وأن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما على الرسول إلا البلاغ المبين لست عليهم بوكيل لست عليهم بحفظ كيف يمكن واحد جاي ساقط في شهادات الأسنين ويجي في سلين نحن الدين نحن نقدر نفهم هذه المعجيزة أنه تفهم الدين وتختار ما نريد اليوم الدين يستغل من قبل الإمبريالية والصهيونية الدين يستغل من قبل المستبي الدين لكي يجعلون نحن تحت تصباط بالعكس الدين يجب أن يكون أداة من الأدوات السمو وأننا نتحل بالقيم الرافعة للأخوة الإنسانية إلى القتي واحد ما فهمش ستقطع له رأسه لا المسؤولية لكم تتفهم أنك توريه الطريق وتدعوه بالخير نحن نبعد من كل هذا ما فهمينش نحن وكنتمنى أنه العلماء المتنورين أنه ينور الناس لا يخاف لأنه خوف وهذا التدبيع العالم بهذا الفوضاء وهذا يبنى يريد أن يصاحب يبنى الحق حق وليس يبنى الظلم وليس ينضى به يبقى مصاحب مع الشيخ الذي عنده في الدرب ويقول عليه الحاج ويقول عليه رجل مزيان الرجل المزيان المرأة المزيانة وليس يحاول يقول الحق وهذا ما عمري ما شبت نقول حتى الحركة النسائية دينا ما كانش ضد الدين كتقول إحنا بغينا المقاصد ديال الحق وديال العدل من أجل إنصاف المرأة المغربية وإنصاف المجتمع المغربي وإنصاف الرجل المغربي إنصاف الطفل المغربي والنهضو ما شا يقول الأمهات العذيبات هذا تشجيع الفساد لا هذا تحصيح هذا كينين صنع تقوهم لا تقوضك الوليدات النضو أنا اللي بغي يعتق الظلم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا هو اللي بغينا أما باش أنا سخون وقال صداري مغطي وما ندويش ونقول كذا ونبدا نكفر في عباد الله هذا ما شئ هو الدين وهذه ما شغل نتمن أنه الاشتراكية الفهم ديالاشنا هي العطف على الآخر ونحن في هذا الإطار العطف على الآخر وخوة الإنسانية تضامن قسمة مش يمكن لناء مشي بوحدنا نكلو ولا بوحدنا نعسوه زيان ولا بوحدنا نفرحو هنا المغربة كلهم يعيشوا عيشا كريما في كل جهات الوطن وأن بالعكس المغرب يكون منارة كيف كان منارة في القرن الثاني عشر يصبح منارة الإفريقية والمغرب الكابير ونجدون تقدموه بعيداً عن التخلف والتبعية اللي كنعيش فيها قولاً الفساد هذا منظومة دولية منظومة عالمية وكتلقى الفساد الخارجي كيتعاون مع الفساد الداخلي لأنه واحد العدد ديالدول تقدمت تقدمت لأنه أريقة دماء في إفريقيا ونهب ديالخيرات ودك شبش هم تقدموه وباقي الآن 14 دولة اللي يحكمها الفرنسي كي تطبع فرنسا والأبغيتية كي سيلفوك شوية ويعتدوك نخلين الدول يعني فالفقر المغني نيجيريا اللي فيها البترول ما عندك لاشتحفر عليه كائن فوق الأرض أفقر بلاد في حين أنها فيها تروات إذن هذا العالم فاسد وفي الكائن بين ميكيالين والقانون الدولي يستغل لضرب البعض ماشي باش يتطبقوا يتطبق على الجميع باش نحاربوا الفساد هذا أنا كنت حضرت لواحد يعني مؤتمر في كوبينهاج كل هالدول كتشتكي من الفساد بدرجات متفاوتة إذن خاص ثقافة خاص واحد النظام اللي يكون فيه التوزيع العادي لتروة باش ما تخلقش يعني فوريخ كبيرة داخل المجتمع لا اجتماعية ولا مراتيقية ولا غيرها وخاص يكون عندك قضاء مستقل ونزيه باش نوصلوا لمحاكمة العادلة باش ليفرطي كرت باش اللي كي في أوروبا وفغيرها مني كيلقاش واحد يعني هدارة كي يضربوه لما لقوش لما لقوش ولكن المحاكم دي المستقلة والقضاء عادي وهذا العالم يفبركو ملفات هو اليوم يحكم مثلا على بوتين حيث يدوز قدام محكمة دولية ومحكمش على بوش الذي دمره في أفغانستان والعراق وذلك يدوز قدام المحكمة الدولية مثلا بوش كلهم العائلة إذن الفساد كين وكي نحاربوه كين طرق أولا لبنيتي الديمقراطية ودرت استقلال ونزهة القضاء ومحاكمة عادلة ركت نقسم النوم بزاف إلا ربطي مسؤولية بالمساءلة ركت نقسم النوم بزاف اليوم نحن نشوف فبركات ملفات لوحد العداد دي النس وكيسفتهم الحبسات منهم محامون منهم 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 اليوم تكلمتوا على الملف دي الدكتور تنسي أنا لست لا في المحكمة ولا في هيئة الدفاع ولكن كنشوف 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 كي وقع كنشوف أنه كي النس اليوم اختلسوا أموال كثيرة من البلد كانوا استغلوا النفوذ دي لهم واستغلوا القرب دي لهم من السلطة وراكموا طروات أولادهم اليوم كيشوف في الرخاء وفي الرفاه وفي الطرف ولا أحد يسائلهم ومرة من رأمني كنشوف شي ملف كيقوله دي الفساد أو اختلاسات أو هذا كنتبه كنشوف واشي بالفعل هذا ملف دي الاختلاسات لحنا نبغينا أنه الملف دي الاختلاسات دوسك دمنا حاكيم وأن ينال المختلصون جزائهم ولكن كنشوف هذا الدكتور تازي مثلا دكتور تازي في مدينة الدربدة أنا أطرح لي سؤال لأنه الدولة دي النا منفتحة ومشات بعيد في الخوصصة المجال للصحة وخاية كتقول درت منظومة صحية لكي يستفيد الجميع بالعكس كنشوف بأنه اليوم تلي ما كان كيخلص في الرميد غير بديخلص في هذا شي دي الامو وكنشوف بأنه المشروع كان غيث على العمل فاتوا ويسجلوا الناس ما قدروا لماذا تخلص هذا الاشتراك الشهري وأن المستشفيات دي النا ماشي في المستوى وأن الدولة كانت تشجع الخوص أنا كان شوف نشيت العيون لقيت يعني مصحات خاصة مبنية موجودة مازال ما تفتحت كانوا تسنو ذاك القانون اللي دوزو مؤخرا لكي يفتحوا لأنه لكي تفتح مصحاب حل سيبر مارشي ماشي بالضرورة تكون طبيب تكون طبيب بوشكرة وتجيب الأطباء والفرملية والأطباء يخدمون عندك كذرزايا ألقت تخلصهم لماذا تفعل هذا لأنه مثلا غير إحدى كوفيد بينت بأن المدرسة والصحة مهمين بين البوشكرة بأنه مجالات الاستثمار سيضخل فيهم مفليسات كثير هنا عودة أن الدولة المغربية تنهض بالمستشفيات البلاد نحن لدينا خمسة من المستشفيات الجامعية المراكز الاستشفائية الجامعية كانوا بدأوا رباط ومراكش وفاس وكين في طانجا كان خاص صهد لكي تفتح مستشفى الجامعي 45 تخصوصات تكون عندك بما فيها أطباء التخدير والدول والعيد والدول 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 والطانجا لم يكن تحل لأنه لم يكن تكمل 40 اختصاص عاد وقالوا في البرنامية الغير عام نفت سنبني مركز الاستشفائي الجامعي في بني باللال وفي هنا وفي الراشدية فإذا به نتفاجأ يجيبوا لنا أنه لم يكن بالعكس سيحلوا المراكز الاستشفائية الجامعية وفتحوا للخواص في المغرب كله لأن هذا مجال في فلسات صحيحة سيفتحوا الخواص في المجال كله ونعرف أنهم اتصلوا العدد المصحة التي كانت مستثمرين خارجيين يأتي ويقول لهم أننا نشاركوا معكم أغلبية لم يكن يريدون أن يشاركوا ويشاركوا معهم بزر منهم فاهمنا ويأتي أنا أسأل هذا الدكتور التازي وماذا هذا شفار هذا طبيب ومختص وكان تلقي هذه العمليات لأنه يعمل عمليات بالمجان الناس المشوهين خلقين أو بعد عراق أو صاب فجه أو أعضاء أو هذا وقام بأحد العدد العمليات وكان نرى مقالات كتاب الدكتور التازي دار ودوا 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 وكان يتجدون أموال وحق هذه الأموال وكلها لم يكن في الاتجاه نحن نرى أنه كان هذا صح وعلى أساسه ودخله الحبس لأن الناس يفقدون فسادا وأخرت المسروع التنموي وبناء الديمقراطي في البلاد أنت لا يحسب ها نحن كانت سأل معكم هذا الدكتور الذي بنى هذه المصحة الشفاء كانت الحاكم ودون فيها وكان يقوم بعمله فإذا به في السجن يعني العدد الناس يقول أنا لا أعرف الصحة الحقيقة هذه وش يطلب منه يبيع الكليني ولا يتشاركوا معه وحدي ولا يتشاركوا نحن نتمنى المحاكمة العديلة رأى الكتاب سيد عبد الرحيم الجمعي حافظه الله هذا النقيب الذي نعتز به كتب كتاب قيم ممتاز يقرأوا المحامون والقضاء ويقرأوا كل شي لعل الضمير يصحق ولعل أن الجميع يتجه بالتجاه المحاكمة العديلة هذا سيد مقتل حد كانوا يمكن يتابعوه في حالة صراح لماذا؟ كانوا في السجن وخرجوا وقال لك الوالدة بقى خرج لأخر كذلك هذا شي علاج تحن الكيل بميكيالي أنا أظن كان ممكن المتابعة في حالة صراح وإذا تبت في حقه حجرها وأما لكي نعاقبه واحد وما نعاقبه أخرين هذا ظلم ينضاف إلى الظلم الذي نعيشه في مجالة عديدة الذي يتعين منه الشباب الريف وشباب أخر والذي كانت منها أنه ينتفي نريد أن بلادنا تحرر بلادنا ما تلقى فيها الظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الوهية بشي ممكن لنا كلنا نجنده بشي ندافع إلى سيادة بلادنا واللحدة التوربية ديالنا وندفع إلى خيراتنا وندفع إلى مستقبل ولادنا ولاد ولادنا هذا هو اللي غادي يحمينا وهذا شي غادي يعطينا منها لبلاد ديالنا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة